في العراق وفيما تخوض القوات المشتركة معارك شركة ضد داعش في الموصل أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بتفجير سيارة مركونة على جانب الطريق في إحي الشهداء جنوب العاصمة بغداد وصلت القوات العراقية المشتركة ضرباتها المدفعية والجوية على مدينة الموصل في محاولة لإيجاد ثغرات في الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة داعش وأعلنت قيادة عمليات نينوى أن تكثيف العمليات منذ الساعات الأولى لفجر اليوم يأتي بهدف فتح ثغرات في الأحياء التي يسيطر عليها المسلحون تمهيدا لدخولها من قبل القوات الأمنية فيما قال قائد عمليات الجيش بالموصل اللواء نجم لجبوري أن القوات الأمنية جاهزة للتحرك نحو مركز مدينة الموصل مشيرا إلى أن موعد التحرك لم يحدد بعد من جانبه نفى رئيس الوزراء حيدر العبادي الأنباء التي تحدثت عن توقف معركة الموصل مبينا أن العراق أقوى من المحلة الماضية والقوات المشتركة تحقق انتصارات كبيرة على تنظيم داعش من جهة أخرى أحبطت السلطة الأمنية هجومين انتحاريين حاول استهداف مقرا للقوات المشتركة جنوب غرب العاصمة بغداد وقال المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن أن القوات الأمنية تمكنت من قتل وتفجير انتحاريين اثنين حاول التسلل إلى مقر اللواء عسكري في منطقة الدراوشة غرب بغداد ترجمة نانسي قنقر